بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وموالاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية بركات أنوار أسرار رحمة خشوع عزة نصر هيبة ود وود كل هذا وغيرها كثير إن شاء الله تبارك وتعالى نذكره في هذا البرنامج الذي نتكلم فيه إن شاء الله عز وجل عن أسرار أسماء الله الحسنى لمن ذكر هذا الاسم أو هذا الاسم وكذلك نبين المعاني بإذن الله تبارك وتعالى وننبه إلى أمور ونحذر من أشياء دست وافتريت على دين الله تبارك وتعالى برنامج بإذن الله تعالى نتكلم فيه على أسماء الله الحسنى فكل أسماء الله حسنى تدل على الكمال اللائق به تبارك وتعالى فأسماء الله كثيرة لا تنحصر لكن العلماء ذكروا كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرار وخواص هذه الأسماء التسعة والتسعين التي وردت في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين أسماء من أحصاها دخل الجنة وفي رواية مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة ما معنى من أحصاها قال العلماء المراد أن يحفظها عن ظهر قلب ويعتقد معانيها لذلك إن شاء الله تعالى سنذكر في كل حلقة من الحلقات إن شاء الله اسما من أسماء الله عز وجل ثم نبين معناه ونذكر أسراره وما جاء في الأسرار والبركات والأنوار التي تحصل لمن يواظب على هذا الاسم بعدد أو بصيغة معينة جاءت عن علمائنا الكرام وأسماء الله تعالى بأي لغة كتبت يجب علينا تعظيمها واحترامها ولو كانت بغير العربية وأيضا يجب علينا أن نعظم هذه الأسماء فأسماء الله تدل على صفاته إلا لغة الجلالة الله فإنه يدل على ذات الله الذي لا يشبه الزوات الله سنتكلم على معناه إن شاء الله هذا الاسم يدل على ذات الله الذي ليس كمثله شيء والذي هو تبارك وتعالى متصف بصفات وأما إذا قلنا مثلا الرحمن فإنه اسم يدل على الرحمة وإذا قلت القادر فإنه اسم يدل على صفة القدرة وإذا قلت السميع البصير فإن هذين الاسمين يدلان على صفة السمع وصفة البصر فكل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفات الله تبارك وتعالى إلا لغة الجلالة الله فإنه يدلنا على ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه فنحن نذكر الله بالأسماء الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو في القرآن الكريم ولا نسمي الله تعالى بأسماء من هوانا فقد قال الإمام الأشعري أبو الحسن رضي الله عنه ما أطلقه الله على نفسه أطلقناه عليه وما لا فلا يعني إذا جاء في القرآن أو السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أجمعة الأمة أن هذا من أسماء الله أو يطلق على الله فنحن نسمي الله تعالى به وإلا فتنبهوا فإن بعض الناس يسمون الله رحمة أو يسمونه محبة أو يسمونه ريشة أو يسمونه والعياذ بالله قوة أو عقلا أو يقول بعض الملحدين عن الله الله العلة أو السبب كل هذا لا يجوز بل هذا إلحاد في أسماء الله الله يقول وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ أُتْرُكُوا إِبْتَعِدُوا عَنِ الَّذِينَ يُحَرِّفُونَ مَعَانِي أَسْمَاءِ اللَّهِ أو يُحَرِّفُونَ أَسْمَاءَ اللَّهِ أو يُسَمُونَهُ بِمَا لَا يَجُوزُ فنحن لا نسمي الله رحمة وإنما الله متصف بالرحمة لا نسمي الله محبة وإنما الله أمر بالتحاب فيما بيننا لا نسمي الله تبارك وتعالى قدرة بل الله متصف بالقدرة القادر لا نسمي الله قوة بل هو القوي ذو القوة يعني المتصف بالقدرة وهكذا فإن الله تبارك وتعالى أوجب علينا تعظيمه وأوجب علينا أن نعظم أسماءه الحسنى وهذه الأسماء المباركة احفظوها لله تبارك وتعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله تعالى بها جاء في الحديث من جملة ما يقول عليه الصلاة والسلام أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك الله يعني بعض الأسماء علمناها وبعضها نزلت في القرآن بعضها نزل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هو بلغنا إياه لكن هناك أسماء قد يكون الواحد منا لم يطلع عليها فلذلك نسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى ولذلك لما نقول حسنى إذن تدل على ما يليق به فهؤلاء الذين قالوا الله ريشة أو مهندس الكون الأعظم أو قالوا الله هذا ليس تعظيما لله العلة من معانيها المرض فلا يقال هذا تعظيم لله هذا تسفيه لله وأيضا لا يسمى الله تعالى سببا فالله خالق الأسباب والمسببات ولكن نسمع بعض الصوفية الصادقين يقولون عن الله مسبب الأسباب هل يجوز نعم فإن الله خالق الأسباب والمسببات يعني خلق النار وخلق فيها الإحراق خلق الطعام ويخلق فيه الشبع خلق الداء والدواء ويخلق في الدواء الشفاء فإذا من خالق الأسباب الله من خلق المسببات الله على هذا يجوز أن يقال الله مسبب الأسباب لكن لا يسمى سببا ولا علة ولا يسمى روحا ولا ريحا وجاء يا أحبابي في الحديث عن رسول الله لا تسب الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره هذا ليس معناه أنه من أسماء الله الدهر هذا يسمى إضافة محذوفة مجاز الحذف حذف هنا كلمة ما هي أنا خالق الدهر كلمة خالق حذفت هذا يجوز في لغة العرب أنا خالق الدهر معناه هذا الحديث تتمت الحديث تشرحه أقلب ليله ونهاره اختلاف الليل والنهار علامة دليل على وجود العالم الخالق تبارك وتعالى وأسماء الله قسمان قسم يجوز أن يسمى بها غير الله لكن يكون المعنى مختلفا وقسم لا يسمى بها إلا الله فانتبهوا هناك أسماء لله لا يسمى بها غير الله نعطي بعض هذه الأسماء إن شاء الله الله لا يسمى به غير الله كانت امرأة والعياذ بالله تعالى فيما مضى حكى العلماء عنها سمت ولدها الله والعياذ بالله فنزلت صاعقة من السماء أحرقتها وولدها ابنها من مكلف لكن هي مكلفة خرجت من الدين وعجل الله عليها العقاب في الدنيا الرحمن اسم خاص بالله منتشر في بعض البلاد مثل السودان والصومال وبعض البلاد إذا واحد اسمه عبد الرحمن ينادونه رحمن هذا لا يجوز هذا اسم خاص بالله تعالى القدوس يعني المنزه هذا خاص بالله مالك الملك مالك الملوك هو الله لا يسمى به غير الله بديع السماوات والأرض تسمي ابنك مثلا بديعا يجوز لكن بديع السماوات والأرض هذا لا يجوز التسمية غير الله به الخالق وحده الله يقال عنه الخالق الرازق اسم خاص بالله تعالى المحي المميت اسماني لله فلا يقال عن غير الله المحي المميت أما إذا قلنا عن إنسان محي الدين هذا معناه ناصر الدين فهذا لا بأس يجوز وأسماء الله تبارك وتعالى توقيفية هكذا قال العلماء كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه إضافة لما ذكرنا عن الإمام الأشعري وهو أنه لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه في القرآن فلذلك أحبابي عليكم بمتابعة هذا البرنامج الطيب المبارك بإذن الله عز وجل سنتكلم به عن أسماء الله عز وجل اسم بإذن الله وما معناه وما جاء في أسراره يعني مثلا بعض أسماء الله إذا ذكرتها ووضبت عليها وتخذتها وردا تكون سببا بإذن الله للفتح عليك بالعلم وبعضها يكون عليك فتح بإذن الله تبارك وتعالى في أمر الرزق وبعضه للهيبة وبعضه لتقوية القلب وبعضه للرحمة والشفقة يعني حتى تزال قسوة القلب من هذا القلب أسماء الله عز وجل سأقرأ الحديث ثم نبدأ بإذن الله تعالى في كل حلقة بذكر هذه الأسماء ومعاني هذه الأسماء إن شاء الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة فقال عليه الصلاة والسلام هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله ينفعنا بأسمائه الحسنى الله تعالى يا رب نسألك بأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم أن توفقنا لما تحب وترضى آمين ومن يسمعنا وأن يستجيب دعاءنا بجاه كل من له جاه عند الله وبجاه أسمائك الحسنى يا الله اللهم استجب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة